إذن في شأن الصحراوي وكما ذكرنا سابقاً انطلقت منذ قليل بمخيمة لاجئين الصحراويين بالدخل عملية التصويت لاختيار الأمين العام لجبهة البوليزاريو وهذا ضمن مجريات المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليزاريو وللمزيد من التفاصيل معنا عمار تواجين عمار كيف تجري عملية التصويت تتواصل لليوم الثامن على توالي مجريات المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليزاريو وأهم ما ميزه اليوم هو انطلاق عملية التصويت أو عملية الانتخاب كانت في أولى مراحلها مخصصة لانتخاب الأمين العام لجبهة البوليزاريو عدد الهيئة الناخبة حسب رئيس اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية بمخيمات اللاجئين هي حوالي أزيد من ألفين مؤتمر موزعين على أربعين وعشرين مكتباً المرحلة الأولى تمت صبيحة اليوم وهي كانت مخصصة لانتخاب الأمين العام لجبهة البوليزاريو هذا المنصب الذي تقدم له شخصين وهما الرئيس إبراهيم غالي وأيضاً مصطفى البشير السيد مرشح الثاني جدير بالذكر أن المرحلة الثانية لانتخاب أعضاء المكتب الأمانة الوطنية ستكون يوم غد إن شاء الله بعد انتهاء الفرز اليوم إن شاء الله لمعرفة من هو الأمين العام لجبهة البوليزاريو الذي سيكون في العهدة المقبلة بينما في ختام هذه العاملية الانتخابية سيكون هناك بيان ختامي للمؤتمر وأيضاً ترفع في توصيات شكراً لك عمر تواجين كنت معنا مباشرةً من مخيمة الدخل للاجئين الصحراويين